موسيقى وأخيرا تطورات جديدة في سوق أسعار الذهب بتراجع يتجاوز 10 جنيهات على مدار اسبوع بداية والخبر اللي معانا النهاردة الأول والرئيسي وهو أن مصر تستقبل غدا أكبر بعثة بعثة مستوردين تضم 80 مشتري دولي من 22 دولة حيث تنطلق غدا الأحد بعثة هاتس والذي يعتبر الحدث الأكبر والأهم في قطاع الصناعات الهندسية المصرية والذي يجري تنظيمه في مصر خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر بهدف زيادة الصدرات المصرية من قطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والذي يستهدف عشرات اللقاءات الصنائية بين المشتريين الدوليين والمقرر استقبالهم على هامش بعثة هاتس وأكد المجلس التصديري للصناعات الهندسية مشاركة قرابة 80 مشتري دولي من 22 دولة وذلك لتوقيع عقود تصديرية من مصر في إطار خطة المجلس التصديري للنهوض بالصدرات ودعم خطة الدولة لتحقيق استراتيجية الميت مليار دولار وأضاف المجلس أن بعثة هاتس تعتبر الحدث الأهم والأكبر الذي ينظمه المجلس التصديري في إطار خط الدعم الصدرات السنوية وزيادتها بهدف مساعدة المصدرين المصريين المتخصصين في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ والمائدة لاختراق أسواق دولية جديدة وخلق فرص تصديرية واعدة في الفترة القادمة ضمن خطة النهوض بالصدرات واستمرار صحوة الصدرات التي يجري تحقيقها للعام الثاني على التوالي رغم الأحداث العالمية نروح للخبر الثاني معنا النهاردة وهو ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 مليون نسمة بلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل قرابة 104 مليون نسمة وفق ما أعلنوا جهاز الإحصاء في بيان الرسمي له وكان عدد السكان قد بلغ 103 مليون نسمة يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 وفقا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصاء بقاعدة بيانات تسجيل الموليد والوفيات بوزارة الصحة وأكد جهاز الإحصاء أنه مع بلغ عدد سكان مصر 104 مليون يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها حوالي مليون نسمة خلال 221 يوما أي 7 شهور و11 يوما وأخيرا نروح للخبر الأخير في نشرة النهاردة وهو ما حدث في سوق الذهب على مدار أسبوع حيث سجلت أسعار الذهب تراجعات ملحوظة بختام تدولات هذا الأسبوع مع تراجع ملحوظ في الطلب على الذهب في مصر وأرجعت شعبة المعادنة ثمينة في اتحاد الصناعات هذا التراجع في أسعار الذهب إلى تراجع ملحوظ في الطلب على المعدن الأصفر وبلغت قيم التراجع بختام تدولات أمس 10 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر تدولا هبوط من 1128 جنيها إلى 1118 جنيها في تدولات اليوم بدون إضافة مصنعية وذلك مع تراجع سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية بختام جلسات هذا الأسبوع إلى مستويات 1660 دولارا وهو أدنى مستوى للذهب على مدار عامين ونصف وعن تفاصيل أسعار الذهب فقد سجل عيار 18 هو العيار الثاني من حيث حجم المبيعات في مصر 958 جنيها وبلغ سعر عيار 24278 جنيها بدون إضافة مصنعية وهو العيار المكون للسبائك وأخيرا بلغ سعر الجنيه الذهب مستويات 8944 جنيها أسعار الذهب على المستوى العالمي سجلت هبوط شهري بنسبة 3.1% وبذلك تحقق خسائر للإسبوع السادس على التوالي فيما تراجع سعر الذهب 7.5% على أساس فصلي وتجاهل المعدن الأصفر بيانات التلخم في منطقة اليورو التي أظهرت ارتفاع بنسبة 10% في سبتمبر وهو أعلى مستوى على الإطلاق بنشكركم لحسن المتابعة وانتظرونا في تغطيات اقتصادية جديدة تأتيكم من تلفزيون اليوم السابع